السلام عليكم خواتي اخواتي ومحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي في هذا الفيديو خواتي جبتكم وضع اهم للغاية عدنا اتفاق رائع العين اخبار متداولة على ان الحدود بين الجزائر تونس وليبيا راهي راح تتنحى نعم ازالة الحدود بين هذه الدول ما الذي يعني هذا يعني هذا الامر كيف راح يكون الاثار التاعه على الاقتصاد الجزائري هل الجزائر راح تنضر هل الجزائر راح تستفاد وكننا عرفوا مع بعض في هذا الفيديو خواتي ايضا جزائر الان اصبحت رائدة في صناعة الدرونات الحربية عدنا ايضا المزيد من التفاصيل والاخبار ومنذلك الان بدأ يطلع كلام حول حرب بين الجزائر والمروك يعني فجأة المروك سخنت لها الفرفيرة وظنت بلي قادرة تكون الندل الجزائر حانبلكم ضابط سابق في المروك وشقال على هذا الامر وكازا ما ندلو مقارنة بين الجيش الجزائري والمروك فالح تكون الامور ايضا المراركة عرفوا يقطع واحد المقطع من كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماكنون هالي كان يتحدث على الصحراء الغربية وذوقي نشيركم معاكم مقطع هذا مهم للغاية يا خواتي يعكس قاعدة كلامور ايضا يبدو ان المروك هي بلد الشيعة عكس الجزائر اللي 9.99% من الجزائريين سنة وهنا الخواتي خلينا نلقو هذا الطرح هل ايران اثر على الجزائر ولا على المروك لان الجزائر ما فيها الشيعة ولكن المروك فيها اكثر من 3 ملايين الشيعة هذه هي المواضيع نحنشاركوها معاكم في هذا الفيديو خواتي وبإذن الله نحنشاركوها معاكم قاعدة ما خلوا حتى موضوع حتى إذا جاد الفيديو طويل المهم قبل ما نبدو بالصحفة التفاصيل تحت هذا الفيديو خواتي نتمنى منكم حاجة واحدة الله يحفظكم اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس الاشتراك تاكم هو اللي راح يساعدنا دايما نعطيكم تفاصيل صراحة ما كمش تقصروا خواتي الله يحفظكم يلا للتفاصيل نبدو بالموضوع الأول المروك كانت تتهم الجزائر بأنها تخدم مع إيران وأن الجزائر وإيران في زوج أرهم يدعموا في البوليزاريو بيش تربح على المروك يعني وتدي الاستقلال ساحا طبعا الأمر هذا كذب خواتي الجزائر إيه تدعم أهل الصحراء الغربية وربما تدعم البوليزاريو غليلا ولكن ليس بالجنود يعني كشو زعم الجزائر ترسي الجنود وكل هذه الأمور ثم المروك كل دقيقة زوج تبدأ تقول باللي آه تروح للأوروبا وتقولهم باللي الجزائرين يتفهمها مع إيران عاقبوها لأنها رهي تتفهم مع دول أنتم مراكم معاقبينها ومننا نجو شوفوا خواتي المروك تتهم الجزائر بأنها تأثر عليها إيران ولكن يبدو أنه إيران مأثرة في المروك أكثر من أهي بلد آخر فمثلا الشيعة في المروك خواتي يفوق تعدادهم الثلاثة مليون شوفوا هذا الفيديو اللي يبين هذا الأمر فهناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي ستمائة ألف شيعي موجودة في المغرب أتحدث عن الشمال بالخصوص حياكم الله شيعة المغرب أهلنا مرحباً أهلنا سهلاً شيعة المغرب فهناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي ستمائة ألف شيعي موجودة في المغرب أتحدث عن الشمال بالخصوص وكان حسب المروك بأكملها قالك التقارير ستتكلم عن أكثر من ثلاثة ملايين الشيعي الآن في المغرب في حين الشيعة غير موجودة تماماً في الجزائر ثم مش أكو فيه الموضوع أخوتي طبعاً مش نقول بلي آه الشيعة مشي ناس ملاح والسنة ناس ملاح واختينا من ذات باري أخوتي لأنه الآن عدنا عدو واحد مشترك وهو الصهاينة مهمش تكون شيعي ولا سني لكن المروك حابوا يتهمون الجزائر بأنها تابعة إيران فنرى ما موحنا نكون شيعة صح إلا أنهما فيهم الشيعة أكثر مننا بيزار بخصوص المروك خوتي المروك سخنت لها الفلفرة بعد ما جاء ماكرون وبعد ما اعترف أنه ماكرون مشي بمغربية الصحراء هذا الكلام حتى بنا كنت نقول وغالط المروك اعترف بالحكم الذاتي المغربي على الصحراء الغربية لكن ماكرون هاللي كان يهضر على الصحراء الغربية كفى عيطالها خابتي ما عيطال هالصحراء المغربية وهذا المقطع قال عادت المروك من التلفزيون تحهم شوفو كفى سميها جبانس جبانس بانسور ان برمياليو او سارة اوكسيدنتال اكم سمعت وخابتي قال صحراء اوكسيدنتال مقال صحراء موكان ولا قال الصحراء المغربية مقالش الصحراء الغربية مقالش الصحراء المغربية هذا المقطع حبو يقلعوه المراركة مهم سقلتهم فرفرة لانه هنا رئيس ماكرون انه اللي جاء وهضر مع البرلمان المغربي ده ثلاث اتفاقات اتفاقيات الشراكة والتعاون في الاقتصاد ولكن كان واحد الاتفاق مهم للغاية غفلوا عليه وسائد اعنام وهو التعاون العسكري التعاون العسكري هنا بين قوسين كشغل الحماية الفرنسية للمروك حرفيا ولا محمية يعني بين قوسين اذا تعرضت الجارية على الملك للهجوم سواء من المراركة او من غيرهم الجيش الفرنسي راح يهبط بكامل القوات تعوبشي دافع على جارية الملك لكن هنا ما قالكش الشعب المغربي وانا ما قالك جارية الملك وفقط المروكة ولرعبها من الجزائر دات العديد من الاتفاقيات مثل هذه خلات الكيان الصهيوني يفتح قواعد عسكرية له في المروك الامر لازعج الجزائر وايضا ازعج اسبانيا ايضا المروك عندها قواعد عسكرية جنبية كثيرة في بلدها كل هذا من اجل التصدي للجزائر لكن هل كل هذو امور زعمة راح تسلك المروك من الجزائر اذا ناضط بيناتهم حرب شوفوا خاوز احنا مروك اعترافات ضابط سابق مغربي في الجيش المغربي وش قال على هذا الامر اذا حدث بالفعل واذا بخصك تعرف بعدان اضابا يتسابق في الجيش المغربي وكان اوه الدباط ديال الجيش المغربي راح تسيحرفوا ايش شلان نمز التحرب ما بين المغرب والجزائر المغرب غياكلو العصا غياكلو العصا احنا كنعرفو هادشي هذا قلهم اذا ناضط كما كم سمحتوا اذا نضط حرب بين الجزائر والمغرب قلهم المغرب راح يأكلوا العصا ارما بقاديش في سلاحه هو اصلا بعد الكفة ديال السلاح و تلعدد الجزائر متفوق علينا تانيا لان اوه يكونش واحد متفوق عليك في السلاح الى عندك العامل البشري مجهد و متكون و نفسيا مستعد تقدر بتربح واخر متفوق عليك في العتاد و في السلاح معناويات الجون ديال المغربي و تحت الصيفر تحت الصيفر ما نكتبوش على رأسنا معناويات ديال الجيش المغربي تحت الصيفر في الحين انه معناويات الجون ديال الجزائري مرتفعة بزاف انا كنحمد الله انهم ما غديش ندخلوا في حرب لانه الجيوش بيناتهم غتي عرفوا هاتشي و غتتحل المشكلة وخاد بلا 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 و هاتشي اللي يقولوا ولكن لق ضرر الله إذا لم تتوقع هاتشي حرب كنوا امتقلين ان الجيش الجزائري غي تحنر غي تحنر لان الجون ديال الجزائري كيتتخلص مزيان و واكل مزيان لابس مزيان مداوي كلش والجيش المغربي يا صاحبي راحنا راحنا كنعرفوا هاشنو واقع يمكن المدنيين شوية غابر عليهم هاتش هذا والجون ديال المغربي راح سباطهم تقوم وسروانهم تقوم وسروانهم تقوم وكيوصلوا له الماكلة الحيت خامجة وراكم شتوهم في الرباط كيفرشوا الكارتون يا صاحبي إذا السيد مات خلى المرتشون نيو ستين ريالي كتش تفشار كتضل المعدويات واشي نهار تموت الحرب والجنود المغاربة غيستسلمو والجنود الجزائريين غينشوا غيستسلمو هذا اخوتي راح ضابط مغربي سابق في الجيش المغربي تسموه لي اخوتي هذا راح ضابط يعني راح يعرف الجيش المغربي من الداخل مش مجرد مدني راح يهطر أنا ما نعرفش الجيش المغربي كما يعرفه هو راح يهطر عليهم كما اخوتي ايضا هذا قلم في حالة دخلة حرب فوق هذا كان شي مراركة حتى يخموا في الصحراء الشرقية يدفنها مع الصحراء الغربية ثم خمم في الصحراء الشرقية لا تخممش اصلا في الصحراء الشرقية لانه قادر ثاني كالجزائر تقعد تقعد تقول لك اوه وقين انا خصتني الارض الغربية اكون فهمين قصدي اخوتي ثم ارشاكم في هذا الموضوع في نفس الوقت الجزائر يعني لم تظهر قوتها بالكامل نضمن لكم اخوتي كان واحد الاسلحة جزائرية سرية واحد ما يعرفيها لا انا لا غيري لانه كيف احررت بلي كان اسلحة سرية اخوتي نكونوا قاعدين فجأة الجزائر تخرج لنا منظومة جومش في نافحياتنا مثل منظومة اسكندر انها اللي ظهرت اول مرة مكن حتى مخلوق في وجه الارض لجيش الجزائري كان عارف بلي الجزائر تمتلك هذ المنظومة كل صحف العالم ما تحثت شاليها وش معنتها خوتي معتها الجزائر كي تشري الاسرحة تشريهم بشكل سري وستفقات هذو اللي يدينهم بشكل سري وتعلن فقط علىين راي يتبان لها يجب الاعلان عنها فمثلا راي كثير من الاخبار الان تقول لنا بلي غادر ان شاء الله في الاول نوفمبر في الاستعراض العسكري راي تديروا الجزائر راح تظهر اسلحة متطورة اللي اول مرة حيشوفها الشعب الجزائري وكان حتى اسلحة ما يشرح تديرها الجزائر في هذا الاستعراض طبعا الحفاظ على سرية سرية من خصوص الجيش الجزائري يعني تقدم كثيرا في كل المجالات ليس فقط في مجال يعني حشد الاسلحة وشرايها حتى الصناعة قلناكم بلي الصناعة الان ولا التلعب دور كبير جدا في تقوية الجيش الجزائري لدرجة انه إذا لو مركيتوا مؤخرا الجيش الجزائري ولا بيسلح مش هيش بساف اسلحة ولا فقط يدير الاتفاقات مع جيوش والدول جيوش تحت دول العالم المتطور بايش نحكمه الصناعة متطورة اتفاقات مع روسيا مع الصين حتى مع اوكرانيا وبعض الدول الاخرى الجزائر انها يتعلق الامر بالجيش خوتي ما عندهش الحليف والعدو عندها الدولة اللي تصنع السلاح المليح هي اللي رح نشري منها قادر حتى تشري اسلحة من امريكا إذن مركيت الجزائر بلي هذك السلاح قوي الآن شوفوا خوتي جزائرها تصنع درونات حربية قالك هاي كنت تعلم ان الجزائر تصنع درونات كواتكوبتر قادرة على مهام القصفة مثل التي تراها في الحرب الروسية الاوكرانية الدرونات الجزائري الاوراس 700 للاستطلاع والقصف ذو قدرات متقدمة موضوع خفيف نعم خاتير الموضوع قادري بيخفيف ولكنه مهم للغاية كان بعض الفيديوهات اللي تظهر هذا الامر مثلا هذا مثلا كنت دخلوا الموقع هذا يا ديفنس ارابة يعني الدفاع العربي وروح نشوف هكذا التفاصيل اللي هم هاضرين لهذا الدرونات على الاوراس 700 الجزائري اللي تصنعوا الجزائر وهي ليك زعم المواصفات التاعه مجهز بكاميرا جد ومتطورة الكاميرا هالي خوتي مركبة على حدة يعني متجيش معه يعني شاريت هالجزائر من دولة اخرى ويعطيك الابعاد التاعه يعني يقدر يطير لي مسافة ثمانية كيلومتر بسرعة عشرين متر في الثانية وبارتفاع كيلومتر واحد تمنشاكم خوتي في هذا الموضوع يقولونه لكم في التاريقات طبعا خوتي هذي ليست السلاح الوحيد للا تصنعوا الجزائر تحبوا ندير لكم فيديو مونفاصل يعني منشارك شبهم الاخبار وانا اصلا خوتي القناة تتاع هذي كي بديتها بديتها كيما هك كنت ندير فيديوهات مكتوبة مضمة زعمة على زعمة كيما قولوا اقوال اسلحة التي تمتلكها الجزائر وكنت ندخل في تفاصيل عميقة جدا حول هذا الموضوع المواضح هذي كنت تديري وقت ولكن كنت نحب نخدم هذه الفيديوهات خوتي اذا حبيتونا نخدم فيديوهات مثل هذي قلونا في التعليقات لانه لكننا الدخل وغير فقط في الصناعة الاسكرية الجزائرية الفيديو جيفيه سوايع ولكن قسموه الى لي بارتي يعني اجزاء اروح الروح الاهم خبر اللي اصلا على جلودرة هذا الفيديو خوتي وهو الاتفاق الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا كما ربكم خوتي الجزائر وتونس وليبيا ابرموا اتفاق بالاتحاد المغربي للعمل هذا الاتحاد الهدف منه تخلي منطقة الدول هذه الثلاثة منطقة حرة من كل شيء سواء من ناحية التجارة لا ضرائب على المنتجات الداخلة والخارجة بين البلدان هذه وايضا سواء من ناحية السياحة ولا من اي شيء اخر الهدف من هذا الاتفاق هو تعزيز وتبادل التجارة بين هذه البلدان على بيلي كان مقادرة تبانى مستعملة بزافة ولكن هل تكون ليس هناك اي تأشيرات دخول بين هذه البلدان تصبح التجارة تتدفق بشكل كبير وتربح الجزائر من تونس وليبيا ونفس الشيء بالنسبة ليبيا وتونس يربحون من الجزائر مثلا كان امور تكون في تونس وما كانش في الجزائر الجزائر تشريها من اوروبا ببري غالي بزاف فحين انه تقدر تشريها من تونس بسعر اقل بدون ضريبة وايضا بين نوع بين تونس طريق برك توصل ثمثم نفس الشيء بالنسبة ليبيا كان بزافة يسكنين في ليبيا ما كانش في الجزائر ايضا الجزائر الان ولد رائدة في البحث والتنقيب عن البترول مثلا فيمكنها تقديم خدماتها الى ليبيا والعكس ليبيا قدر تساعد الجزائر في الكثير من الامور يعني اذا بدينا نديروا مثلا هذا الانتفاقات تولي هكذا البلدان يقدروا يدخلوا يخرجوا فيها بدون تأشيرات وتولي بدون حدود تولي وكأنك تمشي كما في الاتحاد الاوروبي تدخل من بلد الى بلد دون الحاجة الى التأشيرة وجواز الصفار وكل هذه الامور يعني هي اصلا ما كيش تأشيرة بين هذان البلد هذة ثلاث بلدان لكن تولي حتى ما تحتاجه جواز الصفر هذان او خاوتي راح يسرع من تدفق الاموال والسلع والخدمات ايضا في عوض تونس ترح تشري منتجات من الخارج تشريهم من الجزائر خير وليس الشيء بالنسبة ليبيا تولي تشري من الجزائر ولا عكس الجزائر تولي تشري من عند هذ البلدين ببري اقل بزاف مما قادر تشريه من الخارج هذان او خاوتي قادرين بينكم تما شيء تافعه ولكن راح يوفر لخزينة الجزائر ولهذه البلدان ملايين من الدولارات تونس وليبيا والجزائر تعمل حاليا على ازالة الحدود بينها لتعزيز التعاون والتجارة والاستثمار هذه الخطوة تهدف الى تحسين العلاقات الثنائية والثلاثية بين الدول الثلاثة وتعزيز الاستقرار في المنطقة كان حجرة واحدة في الطريق خاوتي هي الحرب الاهلية اللي راهي صارية في ليبيا للأسف هذا امر دائما يجي حجرة في الطريق لان الجزائر سيتلقى عالي من المرات تفتح مع بردددابة لكن بسبب سيطرة ميليشيات حفتر قرب المنطقة هذه يصعب على الجزائر تفعيل هذا الامر جاهد اكاج اسمه حفتر ابعث المبعوثة تعولي الجزائر كان حاب يحضر مع رئيس تبون لكن رئيس تبون محل بوش قالوا بلي انا ما نهضرش مع عباد داني كيمانتاغ يسرقوا السلطة من البلد التحم ويبيعوا بلدهم لدول أجنبية حفتر كان حاب يقول للجزائر يالله نديروا منطقة حرة بناتنا تدخلوا وتخرجوا كما تحبوا ولكن حفتر هو ظن منه انه راح حاكم ليبيا رئيس تبون قالوا انا نهضر مع الجهة الرسمية ما نهضر شكع معك اشتركوا خوتي في هذا الموضوع احنا وصلنا لي لهذه الفيديو اشتركوا خوتي الله احفظكم اشتركونا في القناة على باكم هذا هو الأمر الوحيد لقدر يساعد هذه القناة هي الاشتراك في القناة شكرا خوتي على المشاهدة ونلتقي ان شاء الله مع المزيد من الأخبار المواضيع الى اللقاء